اشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالانطلاقة القوية لفريق بحرين واحد بتحقيقه المركز الاول ضمن الجولة الاولى من بطولة العالم لسيارات فئة برمود لموسم 2023 واكد سموه ان هذه البداية المتميزة للفريق العالمي تؤكد النوايا الجدة لاستعادة لقب البطولة مشددا على ان عمل فريق بحرين واحد وبشكل منظم واحترافي سيكون اثره ايجابيا على الفريق هذا الموسم والبداية كانت من فلوريدا بتحقيق المركز الاول ضمن الجولة الاولى مما يؤكد بشكل كبير على حرص ادارة الفريق وسعيها نحو الاستمرار في حصد النتائج الايجابية ضمن بطولة العالم للتتويج باللقب واكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة ان مواصلة تحقيق فريق بحرين واحد النتائج المشرفة على المستويات المحلية والعالمية يأتي بفضل الرعاية السامية والدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام وتشجيع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليتبوأ الفريق مكانة رفيعة ومتميزة في رياضة السيارات على مستوى العالم مؤكدا سموه ان الدعم والرعاية التي قدمتها الشركات الوطنية للفريق ستسهم في مواصلتهم النجاحات العالمية ومسيرة الانجازات المشرفة التي حققها بحرين ون في السنوات الماضية لرياضة السيارات في مملكة البحرين إلى ذلك حقق سائق فريق بحرين ون جاستن بوند المركز الأول ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة العالم لسيارات فئة برومود لموسم 2023 والتي أقيمت على حلبة فلوريدا لسباقات السرعة بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تفوقه في السباق النهائي على منافسه السائق جي آر غري ترجمة نانسي قنقر